نتكلم برضو على نهاية كأس مصر كل يوم كده احنا معنا ممكن تكون معلومة جديدة يعني نحاول نعرف شوية من المشهد اللي اختياراتها تبقى ازاي لحكام نهاية كأس مصر بين الاهل والزمالك مبارح كانت فيه ردود فعالة كبيرة جدا على المعلومات اللي زكرتها مبارح في برنامج التريند بخصوص لجنة الحكام بتفكر ازاي اختيارات حكام نهاية كأس بين الاهل والزمالك الناس بشايفاها ممكن تبقى ازاي وهم عايزين على الترابيزة كده بيحطوا الاسماء وبيحطوا الاختيارات مين يستبعد مين ممكن يكون اقرب الاختيارات ماشية ازاي وكان فيه ردود فعالة كبيرة على الاسم اللي طرحتهم بارح تبقى للمعلومات اللي وصلت لي ان امحمد معروف الاسم الاقرب فيه اختيارات بريرة انه ممكن يكون حكم لهذا اللقاء في الظل ان اخر نهائي كأس اداره امين عمر اخر نهائي كأس السوبر اداره محمد عادل اخر مباراة قمة بين الاهل والزمالك ادارها محمود البنة فصعب جدا يستعين بابراهيم نور الدين لان ابراهيم نور الدين حاليا لا يسند لي اي مباراة لانه لم يحضر للاختبار البدني اللي اجري الشهر الماضي في نادي النصر تبقى لتعليمات بريرة صعب جدا يستعين باحمد الغندور اللي ما كانش موجود في كاسو الامم في ادارة هذا اللقاء صعب جدا يستعين بمحمود ناجي اللي موجود في الاليت بي في قيمة الكاف هو اللي يدير هذه المباراة بعيدة شوية فبالتالي اختياراته ومناقشاته ممكن توصل لمرحلة ان يكون محمد معروف هو الاقرب ولكن زي ما قلت لحضراتكم لسه ما فيش حاجة حاسمة لسه ما فيش حاجة رسمية ولكن دي المعايير او الانطباعات اللي موجودة في دماغ وعقلية فيتور بيريرا عن اختيار حكم المباراة نفس الامر بالنسبة للمساعدين على الرغم على فكرة ان وصلي برضو ان الحكام المساعدين اللي كانوا موجودين في كاس الامم كانوا موجودين في نهاية كاس السوبر فممكن يتم اختيار حكام اخرين سامي هالهل سامير جمال في ناس بتططبينها تاخد المباراة فممكن في المساعدين تحديدا تحصل تعديلات او تغييرات هل بيريرا هيتمسك ان حكام كاس الامم سواء ملعب او فار او مساعدين هما اللي يدير المباراة ده هنشوفه الفترة اللي جاية ولكن في معلومة تانية اضافية يعني رنت كده في ودني وركزت فيها شوية حكام الفار محدش قادر يوصل للأسماء في ظل ان اقولت لحضراتكم بعد كاس الامم محمود عشور كان هاجم بيريرا فكل الاراء اللي انا بتوصلي من خمسة شالع الجبلية وقر اتحاد الكورة صعب ان بيريرا يستعين بمحمود عشور ده الكلام اللي وصل لغاية دلوقتي فجات لي معلومة كده ان ممكن ممكن بيريرا يعمل صبورت لطاقم كان موجود في كاس العالم في الارجنتين من الفيفا الطاقم ده اللي كان فيه محمد معروف حكم ساحة وكان معاه عمر الشناوي حكم فار فهل عمر الشناوي ممكن يكون موجود حكم فار في مباراة القمة بين الاهل والزمالك ده وارد فكرة انك تعمل صبورت لطاقم تحكيمية تحديدا في الفترات دي سواء كان في كاس الامم او اخر نسخ الكاس العالم ده تفكير ممكن رايح له بيريرا وعلى فكرة جماعة الاوروبيين دايما لهم تفكير مختلف شوية عن الاراء الفنالة ممكن تتألفوا مصر يعني في مصر ممكن لو رئيس اللجنة مصر يقولك ايه عدي بالمباراة البرر الامان فهات مثلا ايه محمود البنة او محمد عادل هات مثلا حكم ما كانش موجود في اخر مباراة اهل وزمالك فيه يعني تفكير ممكن من اي رئيس لجنة مصر يفكر بالشكل ده ولكن الاوروبيين تحديدا لهم عقلية مختلفة شوية يقولك ايه والمفروض انا بتكلم على العقلية الاوروبية بتفكر كده لان العقلية الاوروبية موجودة في الويفا وموجودة دايما في تطوير التحكيم في اي مكان في العالم فتقولك ايه انا لو جبت محمد معروف طبيعي يجيب عمر الشناوي لان الاتنين كانوا موجودين في كاس عالم وكانوا اختيار فيفا فده طاقم ممكن اعمله ساب بورت عشان فيه ما بعد فيه ناس تقولك برضو زي الاوروبيين ما بيفكروا لو عندك حكم كان موجود في كاس الامم فلازم يدير اهم مباراة عندك دايما الناس برا بتفكر بالشكل ده فالمعلومة اللي رنت في ادنى شوية لو محمد معروف تم الاستقرار عليه غالبا هيكون عمر الشناوي في تقنية الفيديو هل بقى ممكن يتم الاستعانة بطريق مجدي بواقل فرحان بحسام عزب حجاج ده هنشوفه في الفترة جاي هل ممكن يتم الاستعانة بحكم من حكام الساحة الدوليين في تقنية الفيديو رغم ان قيمة تقنية الفيديو اللي هي الفار الدولية ما فيهاش غير من الليستة الدولية الا محمود ابر رجال بس كحكم مساعد لان كده كده لا امين ولا معروف ولا عادل ولا حتى امين ولا حتى محمود البنة معهم شارة الفار الدولية اللي هي بتاعت الفيفا الاستفار فهنشوف الامل اللي جاي انا كل يوم كده بس ايه بفكر معاكم بقول لكم الافكار ازاي الترابيزة الناس بتقعد وبتتكلم ازاي ولكن لغاية دلوقتي الاسماء اللي اقدر اقول لكم هي الاقرب واللي ممكن تتبلغ عشان تحضر للسفر محمد معروف محمودة برجال احمد حسان طه سامي هالهل سامير جمال احمد الغندور وعلى الفار بنتكلم مثلا في اطار تلاتة عمر الشناوي واقل فرحان وممكن يجي من بعيد حسام عزب حجاج او طارق مجدي الايام اللي جاية هنشوف القرار ولكن بنحاول نحطكم في الصورة لغاية لما نشوف في الفاينال كده القرار النهائي من رئيس لجنة الحكام طيب نهاية طاقتنا